الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عضوانا إلا على الظالمين حياكم الله مشاهدينا الكرام النهاردة ما عليش بقى أخذكوا في مسألة خصوصية شوية بالنسباني ولكن هي إجابة على سؤال ليه أنت بتحارب الشيعة؟ ليه دايما بتتكلم شيعة شيعة شيعة؟ طبعا السؤال ده هيخذني من حوالي يعني 23 سنة من 23 سنة أنا درست كتاب اسمه الشريعة لإمام الأجوري ومن ضمن الكتاب ده كان فيه خطوط عريضة كده عن الشيعة أتكلم فيه عن الشيعة وبعد كده مارست حياتي عادي لحد من حوالي 13 سنة كده دخلت غرف كانت موجودة على ليهو الغرف دي غرف إسلامية كانت كنا بنتكلم فيها عن الإسلام والمسلمين وما شبه ذلك وبعد كده حصل تقريبا عين بتقني في برنامج ليهو أو هم أفلوا الغرف فليه صديقي يعني دلين على برنامج اسمه البلتوك البلتوك ده برضو كان يعني غرف بترد يعني النصارى بيرد على المسلمين ومسلمين بيرد على النصارى غرف إسلامية غرف شيعية غرف الأهل السنة الجماعة بيرد على الشيعة فأنا دخلت غرفة اسمها إسلاموي وكان فيه عدة غرف يعني مثلا كانت الغرفة اللي بترد على النصارى النصارى ساعتها كانت مسلم كريستيان دايلوج كان فيه غرفة مثلا الأهل السنة الجماعة كان فيه غرفة السرداب وغرفة أهل البيت أو أنصار أهل البيت ساعتها أو ما شبه ذلك يعني وكان فيه غرف شيعية غرفة اسمها الغدير وغرفة اسمها علي مع الحق المهم أن أنا كنت داخل الغرف الإسلامية على أساس أن أنا ما كانش ليا في الشيعة ولا التشيع ولا بتكلم في الشيعة خالص كنت بنكلم في الغرفة الإسلامية عن الإنسان الشاب لو عصى ربه كيف يتوب أركان الإيمان أركان الإسلام التوحيد توحيد الأولوهية والربوبية والأسماء والصفات كنت بعلم المسلمين هذه الأشياء وأنا كنت لسه شاب يعني بسيط المهم جيت انتقلت من الغرف الإسلامية قلت أروح يعني أشوف الغرف اللي بترد على النصارى ففعلا دخلت الغرف اللي بترد على النصارى وبقت زي يوم عادي بكتب عادي على التكست عادي برد الشبهات على التكست وكده المهم قلت في نفسي أنا طب اللي خليك تكلم نصارى ما تكلم مسلمين يعني الشيعة مثلا دولا اسمه محمد والاسمه حسن والاسمه إبراهيم والاسمه الحسين والاسمه كاظم والاسمه الرضا يعني اسمها مسلمة وانت مسلم يعني عندهم شبهتين تلاتة تقدر ايه نقدر نرد عليهم فالمهم عقدت العزم إن أنا أخش غرفة من غرف الشيعة وأشوفهم بيعملوا ايه أو بيكلموا في ايه فلما دخلت الغرفة دخلت ساعتها كانت غرفة أول غرفة أدخلها كانت غرفة اسمه علي مع الحق دخلت الغرفة لقيت يا أخوانا فجئت يعني فعلا صعقت لقيت سبب طريقة فضيعة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سبب الأمهات المؤمنين الأدمن كان فوق بيحترم نفسه يعني ما كانش بيسب الأدمن لكن التكست اللي شغال سبب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضيع فضيع جدا طب اخوانا فيه فرق مثلا ما بين الأدمن والتيكست طب ليه ما بيعملش للي هم بيسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باونس المهم دخلت معهم في حوارات لما ابتديت أزنقهم في الحوارات لقيت السب كمان من الأدمينية قلت غريبة يعني أنا أنا مش متعود لكن أنا متعود أن الخلاف خلاف أي نعم علي ابن أبي طالب يقولون أنه هو خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتكلمه ببعض الصحابة لكن ما كنتش هتصور أني في سب وطعن ونعني كده المهم قلت أن الغرفة دي ممكن تكون غرفة ناصبية فأخش غرفة تانية للشيعة دخلت غرفة تانية للشيعة لقيت يعني سبحان الله أكثر منها قالوا هي غرفة كانت غرفة اسمها الغدير كان ساعتها حتى كان مسكها واحد اسمه موسى كانوا بينادوا بيقولونه موسى الخمار على أساس أنه كان طلع كذا مرة وصوته باين أنه هو مش طبيعي المهم لقيت برضو نفس الحكاية عتيك استسبوا لعنوا لو أبو بكر وعمل حد تكلم فيهم مفيش حد يحزف التكست دا أو يعمل باونس الكلام دا فاستغربت جدا قلت طب أنتقل لغرفة ثالثة كان فيه غرفة بقى لواحد اسمه المراجعات هو المراجعات دا اللي خلاني فعلا مفيش قدامي قال للشيعة خلاص المسلمين مسلمين والنصارى النصارى لكن الشيعة دول مين دخلت لقيت سبب فضيع حتى من الأدمنية نفسهم يعني على سبيل المثال كان يقول لك لعنة الله على عمر ثم أبو بكر ثم لعنة الله على عمر ثم عثمان ثم عمر ثم عائشة ثم عمر ثم حفصة الله طب ازاي مسلمين دولة دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم هل خفوا على النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل ايه الكلام اللي بتقال دا أقرأ في القرآن ألاء تزكية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ في القرآن ألاء تزكية لسيدة عائشة رضي الله عنه وارضاها أدخل غرف الشيعة ألاقي سبب للسيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه وسبب الرموز الاسلام ايه لا؟ فابتديت بقى أدخل الغرف اللي بترد على الشيعة كان ساعتها غرفة اسمها السرداب وعلى ما أتذكر كنا ساعتها كلنا بندخل بأسماء وهمية يعني أنا مثلا واحد من الناس كنت بدخل باسم أسد السنة أنا ما كنتش اخترت أسد السنة ده عشان مثلا بزكي نفسي لا والله ولكن ساعتها كانت الأسماء كده يعني فهد السنة أسد السنة يعني كانت أسماء كتيرة أبو دجانة أبو بنان ساجد لله كده الأسماء دي فكان من ضمن غرفة السرداب كماشا الله تبارك الله يعني كان في مجموعة فعلا أنا بسميه علماء في التشيع والشيعة فعلا فصصوا كتب الشيعة والحد دلوقتي هم موجودين وعلى المنتديات والمواقع ومنهم من توفى الله عز وجل زي أخونا يعني الزاهد رحمه الله لكن مازال موجود أخ اسمه ساجد لله شيخ اسمه ساجد لله موجود الشيخ أبو بنان ومش عارف أنا سايبه من مدة طويلة وأبو دجانة وكان في ساعتها راندوي اللي هو أبو سليمان المهم يعني الأسماء دي فعلا هي دي اللي فصصت وكان بياخد منها الشيخ عثمان الخميس وكان بياخد منها الشيخ عبد الرحمن الدمشقية يعني كان بياخد برضه من دولة فسبحان الله فصصوا كتب الشيعة فدخلت الغرف دي وابتديت أتعلم كيفية الرد على الشيعة كيفية إن أنا أبتدي أدور في كتب الشيعة عشان أجد محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمصاهرة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وده الفرق ما بيننا وما بين الشيعة إن أنا بفتح الكتب الشيعية عشان بدور فيها على المحبة كيف تآخى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف حدثت المصاهرة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت المحبة بالصفة عامة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الحكس لقيت الشيعة بينبشه كأنه بينبش في قبر على شيء عايزه بينبشه في كتب الشيعة عشان يلاقوا نقيصة لصحابة يطلعوا بيها يكلموا على المايك عليها وابتدوا ينتقسوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قلوب عفنة والعياذ بالله قلوب مرضى والعياذ بالله المهم ابتدت اتعلم بعض الشبهات ابتدت اتعلم بعض الردود على الشبهات ابتدت اتعلم اتوسع المدارج عقلي يتتوسع ابتدت اشوف في كتب الشيعة ان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر في بحار الانوار انهما كافران كافر من احبهما ان الصحابة ارتدوا عن بكرة ابيهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم منهم لم يسلم مش لم يسلم لم يسلم منهم الا حوالي 3 او 4 ابو زر المقداد وعمار وسلمان طب بعدين فابتدت قلت لا والله هؤلاء خطر على الاسلام واهله ليه خطر على الاسلام واهله لان انت زي ما انت عندك ازهري بيلبس عمه هو عنده المعمن بيلبس عمه زي ما انت بتقول اشهده الا اله الا الله محمد رسول الله هو بقول اشهده لا اله الا الله محمد رسول الله هو بيطعم في دين الله عز وجل باسم الله يطعم في دين الله عز وجل باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم يطعم في دين الله عز وجل باسم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما يسقط الصحابة طب بعدين ماذا بقي لنا القرآن اللي موجود دلوقتي من أتى به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أليس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين لو شلنا من السنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خالص انت؟ فماذا بقي فابتديت أحس بخطورة الشيعة فعلا وإنهم البعض منهم علمائهم دين غير الدين دين غير الدين فعلا انت بتتكلم في وادي في المحبة والصحبة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيتكلموا عايزين يدمروا الإسلام من الداخل وبعد كده يقول لك نقرب يبقى فيه تقريب تقريب ازاي لما انت بتهدمني الدين من الداخل يا سيدي علي بن أبي طالب هو الأحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابترادا مجازا هي الإمامة هتديه له ازاي؟ هتديها شوية المعممين اللي بيصحفوا على الأرض هتديه له شوية المعممين اللي بروحوا يتبركوا حوالين الأضرحة هتديها للمعممين اللي هم بيبركوا اللطموا والتطبير وشق الأنفس هتدي الإمامة مين؟ أبو بكر مات وعمر مات وعثمان مات وعائشة ماتت وحفصة ماتت وفاطمة ماتت وعلي ماتوا الحسن ماتوا الحسين ماتوا الاثنى عشر حتى الأخير مختافي هتديها لمن الإمامة؟ فابتديت افكر لا والله مش دولة مش دولة اللي هم بيمثلوا الاسلام الاسلام مش ده الاسلام مش طعم الاسلام مش لعن الاسلام مش شتم مش سب يستحيل يستحيل يكون ده اسلام ده انت حتى لو الكافر فيه شيء ما تطلع تسبه كده يعني مر علينا سنين يعني هل انتم رأيتم احد من الشيعة بيطلع يسب عبد الرحمن بن ملجم ولا بيسب شمر قاتل حسين رضي الله عنه ارضاه شفتوا حد بيسبه كده طب ما فيه كفار كتير شفتوه نحن بنتلع كل يوم نلعن ابو لهب ولا بنلعن امرأة ابو لهب يستحيل خلاص بكل افضل الى ما قدم لكن ليه سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل الاسلام يقتم السب يعني انت لو انت معاك الاسلام الصحيح يقتم السب تسب فيه يعني الامور بالراحة تجمع ولا تفرق تجمع مش تفرق عمره محد مسلم هيدخل التشيع بهذه الطريقة لو انت حتى على الحق ولكن انت على باطل وانت تعلم انك على باطل لذلك لجأت للسب والطعن والشتن انت عايز ترفع اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط الاخرين لكن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون الى ذلك فهم مرفعون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما في احد من اهل السنة ما بيحب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يحب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ناصبي انا اقولها ناصبي اما مسألة قتل الحسين رضي الله عنه ارضاه فانا اتبنى قول ابن تيمية فيه لعنى الله من قتله ومن اعانى على قتله ومن رضي بقتله اكتر من كده ايه لستم اتباع الحسين ولسنا اتباع يزيد خلاص الكل افضل لما قدم لكن تفرقوا الامة كده ويحصل اقتتال ويحصل دماء ما بيننا ليه على امامه خلاص من 1400 وشوية سنة سبحان الله فمن هنا اخدت عهد على نفسي اننا والله لا اتكلم الا في بيان عقائد الشيعة وبالعدل ولا يجرمنكم شرقان قوم على الا لا تعدلوا اعدلوا بالعدل ما اتقول على احد ما اكذب على احد لا انقل نقلات مكذوبة كلها من كتب الشيعة فاخدت الطريق ده وان شاء الله سازل على هذا الطريق حتى ان يتوفينا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة